بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعطيكم العافية إخوان إن شاء الله كل ياتكم تكونوا بخير وصحة وعافية محاضرة اليوم هي المحاضرة الثالثة اللي بتحكي عن the height of contour بتحكي عن the height of contour شو المقصود بال height of contour هو أكثر أو أكبر بزوغ في السن هو أكبر بزوغ في السن اتطلعوا على the icons اللي هنا على هاي الصور نفترض نفترض إنه هاي المنطقة هي mesial وهاي المنطقة distal شو المقصود بال height of contour حساب height of contour يا أخوان أنت في عندك height of contour بجهة الميزيل وعندك height of contour بجهة distal وعندك height of contour facial وعندك height of contour balatal أو lingual زي ما ذكرنا height of contour هو أكثر بزوغ في السن طب خلينا نشوف شو هو طلع هنا وين أكثر إشي بازغ بهذا السن بجهة الميزيل؟ هاي المنطقة إذن هاي المنطقة تسمى height of contour ايش أكثر إشي بازغ بجهة الدستل؟ هاي هي المنطقة فشو منسميها؟ height of contour distally سمام؟ شو المقصود بالفاشيل واللينجوالي؟ تطلع على هاي الصورة ايش أكثر إشي بازغ بهذا السن؟ هاي المنطقة بجهة الفاشيل تمام؟ بجهة الفاشيل تمام؟ هاي height of contour فاشيلي وبهاي المنطقة هي أكثر إشي بازغة فيها lingualي طلع هنا نفس الإشي هاي المنطقة تعتبر height of contour لأنها أكثر إشي بازغة وهاي هي تعتبر height of contour لأنها أكثر إشي بازغة تمام؟ فمرة ثانية شو height of contour هو أكبر إشي بازغ بالسن؟ وعندك height of contour medially عندك distally عندك facial وعندك إيش؟ lingualي حيلو حيلو ممتاز طب شو عمية height of contour؟ رح نحكيه إن شاء الله كمان شوي خلينا نمشي بالمحاضرة بشكل سريع teeth are not formed of straight lines بتقول لك الأسنان ما بتكون جاي خط مستقيم بكون في لها بروز but have زي ما قلنا لكن لديها different curvatures في عندها ميلانات مختلفة that must be reproduced when making a restoration فمرة ثانية بيقول لك الأسنان ما بتكون إش خطوط مستقيمة بكون فيها إيش؟ ميلانات بكون فيها إنحناءات وهذه الإنحناءات لازم إنشكلها شو معنى reproduced؟ معناها إنك بتشكل إعادة تشكيل أو إعادة بناء فلازم نرجع نبنيها لما بدنا نيجي نحط حشوات restoration معناها الحشوات أو تعويضات تمام؟ لماذا لازم نبني هاي الإنحناءات؟ لأنه لها وظائف معين رح نذكرها كمان شوي فبيقول لك height of contour أو إلى اسم ثاني crest of curvature اللي هي قمة الميلان أو قمة الإنحناء height of contour هي عبارة عن curved lines خطوط منحنية have points لديها نقطة that is considered the most prominent point يعني هذا الإنحناء اللي انت شايفوا بهذه الصورة عنده نقطة وهاي النقطة هي أكثر نقطة إيش بتكون prominent؟ أكثر نقطة واضحة لprominent مقصود فيها الوضوح أكثر نقطة بازغة or the highest point يعني هي أكثر نقطة بازغة أو أعلى نقطة of the curved line اطلع على هاي الصورة اطلع على هاي الصورة تمام؟ هسا بقول لك sin بمثل هذا الخط الأسنان تيجي منحنية وليست خط مستقيم وليست خط مستقيم تيجي منحنية هسا لما تسقط انت خط جاي على نفس محور الدوران شما على نفس محور الدوران؟ طلع هذا السن في عندك إش يسموه long axis شو long axis؟ هو خط بييجي من فوق لتحت السن ممكن يكون مائل ممكن يكون مائل هيك ممكن يكون مائل هيك فهذا بيسموه خط على محور الدوران فبيقول لك إذا انت رسمت خط موازي على محور الدوران موازي لمحور الدوران رح تطلع معك نقطة تمام؟ هاي النقطة يعني رح يصطدم بنقطة على السن هاي النقطة تسمى prominent point أو تسمى height of contour أكثر إشي بازخ فهاي النقطة الموجودة هنا نسميها height of contour أكثر إشي بازخ بيقول لك unlike straight line where all points are at the same level يعني بيقول لك لما يكون في عندك انت منحانيات لما يكون في عندك انت منحانيات في عندك نقطة بتكون بازغة مش زي الخطوط المستقيمة اللي بتكون النقاط على نفس المستوى طلع هنا عندك انت عدة نقاط مين أكثر نقطة بازغة؟ هاي هي هاي النقطة ماسميها height of contour على عكس straight line بتكون النقاط كلية على نفس المستوى بقول لك هنا a vertical line هو الخط الأحمر الموجود بهاي الصورة a vertical line touch the cared line in one point or area يعني بيجي خط مستقيم بيصطدم بنقطة واحدة أو بarea شو معنى area معنىها عدة نقاط بازغة مع بعض this point أو area يعني هاي النقطة أو المساحة اللي خط في هذا الخط تسمى height of contour or the crest of the curvature اللي هي قمة الميلان أو تسمى قمة الميلان هسا عنا يا أخوان نوعين من height of contour عنا الproximal height of contour بيكون هو بزوغ جاي بين السنين وعندك facial or lingual height of contour بيكون عندك بزوغ جاي يا فايشيلي يا lingual تمام طيب بدنا نحكي هسا وظائفهم بس مرة ثانية تطلع على هاي الصورة عندي أنا هانا mesial وهانا distal كل سن إلو mesial و distal height of contour تمام بقولك الميزي height of contour and distal height of contour both are seen كليهما هذول height of contour بقدر أشوفهم فايشيلي أو lingual بقدر أشوفهم فايشيلي أو lingual تمام يعني لما أطلع من جهة الفايشيلي من جهة وجه المريض أو لما بدي أجي أطلع من وراء بقدر أشوف هاي height of contour مرة ثانية mesial height of contour and distal height of contour both يعني كليهما بقدر أشوفهم من جهة الفايشيلي أو من جهة lingual aspect proximal heights of contour are called the contact points تمام the proximal height of contour are called the contact point يعني أكثر إشي بازغ بالسن بتسمى contact point لماذا تسمى contact point يعني هسا إحنا قلنا height of contour له أكثر من اسم عنا height of contour أو crest of curvature أو ال contact point طب ليه إحنا قلنا height of contour له اسم ثالث اسمه contact point لماذا لأنه because teeth contact at these points لأن الأسنان تلتقي مع بعضها البعض عند هذه المنطقة تمام طلع لاحظ إنه الأسنان متصلة مع بعضها البعض تمام عندك هنا الميزة height of contour خابط هنا عندك هنا distal height of contour خابط هنا تمام خابط بهذه منطقة الميزة الميزة بالسن الثاني طلع هاي المنطقة منسميها إيش contact point contact point وأيضا منسميها height of contour ليه لأنه أكثر إشي بازغ بالسن أكثر إشي بازغ بالسن بخبطه بخبط بالسن المجاور في ملاحظة اطلع دائما الميزة height of contour بكون باتجاه incisal edge أو occlusal edge أكثر من distal height of contour distal height of contour بيكون أعلى تمام فهذا السؤال ممكن يكون في الامتحان بيقول لك الميزيل الميزيل تمام بيقول لك ال contact point طلع هنا خلينا نقرأهم notice لاحظ بهذه الصورة الموجودة notice the contact point مكان الاتصال or the crest of the curvature in the anterior teeth is closer to the incisal edge while posteriorly كل ما نرجع احنا لورا the contact points become cervical or toward the middle of the tooth شو معنى هذا الكلام بيقول لك ال contact point بالاسنان الامامية بيكون اقرب بال incisal edge مقارنة بالاسنان الخلفية ال contact point او height of contour بالاسنان الخلفية بيكون باتجاه عنق السن او في منتصف السن هذا سؤال في الامتحان كل ما رحنا posteriorly height of contour بيكون toward the gingiva بيكون بمنطقة مرتفعة اكثر من الانتيريا فهذا سؤال في الامتحان حطولي عليه النقطة generally بيقول لك بشكل عام the mesial contact point tend to be more incisal or more occlusal and more occlusal and the distal contact point tend to be more cervical or to the cervical line شو معنى هذا الكلام مرة ثانية بشكل عام هسا بالنقطة هاي احنا قارننا height of contour بالاسلان الامامية مقابل الاسلان الخلفية وقلنا height of contour بالاسلان الامامية بيكون اقرب من incisal ويكون اقرب بال incisal edge هاي النقطة بيقارن mesial height of contour بال distal height of contour حلو؟ بيقول لك mesial height of contour بتكون اقرب incisally من distal height of contour يعني شو معنى هذا الكلام مدخط هنا شو منلاحظ منلاحظ انه height of contour بهاي المنطقة اقرب بهاي المنطقة من هاي المنطقة يعني الميزيل اقرب من incisal edge تمام اقرب من incisal edge مقارنة بال distal مقارنة بال distal بتكون ابعد من incisal edge بس هنا هي الفكرة طيب red line represent contact point from occlusal aspect of the old teeth طبعا هانا احنا قاعدين نطلع من فوق فبقول لك هاي الخطوط الاحمر الحمرة بيتطلع ال contact contact point او ال contact area بقول لك in anterior teeth بالاسنان الامامية contact point tend to be centered facial lingual or facial palatally شو معنى هذا الكلام بقول لك الاسنان الامامية بتكون ال contact point وين جاية جاية بالنص جاية بالنص يعني انت عندك هنا يعني لو افترضنا انه انا عندي هنا السن هاي فيشل وهاي lingual هاي فيشل هاي lingual وين ال contact بين السنين بيجي بالنص يعني مكان الالتقاء بين السنين بالاسنان الامامية بيكون بالنص تمام بقول لك as the tooth is divided into equal halves يعني مكان الالتقاء بيجي من السن لنصين نص امام ونص خلف بقول لك بالاسنان الخلفية contact point tend to be more facially طلع هنا طلع على هاي الصورة طلع contact point contact point جاي طلع هذا الخط بيقسم السن لنصين facial و lingual تمام لاحظ ال contact point بالاسنان الخلفية وين جاي جاي اقرب لجهة الفيشل جاي اقرب لجهة الفيشل لكن اطلع هنا على الاسنان الامامية طلع اسنان الامامية طلع مكان الالتقاء مكان الالتقاء جاي بالنص يعني هالمسافة لو هنا مثلا نص ملي هالمسافة نص ملي تمام فمرة ثاني مرة ثاني height of contour لما بدي يجي اطلع عليها اوكلوزلي مكان التقاء السنين مكان التقاء السنين بالاسنان الامامية بتكون central بتكون central يعني بنص السن بنص تمام لكن بالاسنان الخلفية مكان الالتقاء مكان الالتقاء بيكون فيشلي بيكون فيشلي اطلع هنا هذا هيك بكسم سن ونصين مكان الالتقاء بيكون جاي فيشلي حلو طيب اخوان هسا في شغلة مش احنا قلنا height of contour لها اسم ثاني اسمه contact point هسا الcontact تنقسم لك قسمين الcontact تنقسم لها قسمين عندك point وعندك area حلو يعني هسا بلاش نتفرع وقولك بيقولك the height of contour in newly erupted teeth start as a contact point not contact area يعني بيقولك اول ما الاسنان تبزغ اكبر قمتين فيهم لما يلتقوا مع بعض بيكون اسمها contact point يعني بيلتقوا بنقطة معينة وليست contact area شو معنى contact area معنى هالسنين خبطوا بعض باكثر من منطقة باكثر من نقطة باكثر من نقطة شو معنى هذا الكلام عشان اوضحلكم بطريقة اسهلة طلع هنا الالتقاء جاي بخط واحد الالتقاء جاي بنقطة واحدة طلع هنا الالتقاء بكم نقطة الالتقاء باكثر من نقطة فلما يكون الالتقاء باكثر من نقطة منسميها contact area بحط خط بسميها contact area لكن لما يكون الكنتاكت بنقطة معينة بسميها إيش contact point فمرة ثانية there are differences between contact point and contact area the height of contour اللي هو أكثر إشي بلجي in newly erupted teeth start as a contact point not as a contact area يعني الأسنان لما تبزغ يعني أول ما الأسنان تبلش تطلع بلتقوا مع بعض بنقطة بنسميها contact point بعدين بتحول ل contact area لماذا هذا الكلام بيقول لك لأن الأسنان الجديدة اللي ساتها طالعة are not used much nor exposed to attrition during function with the adjacent tooth طبعا ليش بكون الالتقاء بنقطة في البداية مش بarea لأن الأسنان لساتها جديدة فلم يتم استخدامها وهي الأسنان مصر لهاش attrition شو معنى attrition معناها تآكل معناها تآكل فالأسنان لما يصير لها تآكل بيصير الالتقاء مع بعض بarea نتيجة اللي هاي المعلومة اللي احنا ذكرناها contact points tends into contact area to rubbing with each other مش عارف ليش بصير يقطع which is associated with loss of tooth structure leading to flatter or wider area of contact فبقل لك مرة ثانية نتيجة اللي يتآكل الأسنان مع الوقت بيصير الأسنان بلتق مع بعض بarea وليست point نيجي نحكي عن open contact نطلوا على هاي الصورة هنا ما في لقاء بين الأسنان there is no contact بين الأسنان شو منسميها open contact معناها في فتحة بين السنين الopen contact is a problem with a restoration that don't restore the normal contact area and leave a space between teeth بقول لك لما بدنا نيجي نحشي الأسنان لازم لازم يكون فيه contact بين الأسنان لماذا؟ لأنه بكل بساطة إذا ما خليت فيه contact بين الأسنان رح يصير فيه عندنا مشاكل فمرة ثانية لما يجيك patient على العيادة عنده تسوسات عنده تآكل بالأسنان لازم تحفر السن وتخلي السنين الملتقيين مع بعض لازم يكون فيه contact بين السنين زي ما إنت شايفي بهذه الصورة لازم يكون فيه التقاء بين السنين لماذا؟ إذا ما كانش فيه التقاء بين السنين وكان فيه gap هذا الإشي رح يسبب لنا مشاكل كثيرة تمام؟ رح سبب لنا مشاكل كثيرة فهونا بتيجي الدكتورة بتحكي لك It's important to restore the contact area ليش إحنا مهم يكون فيه عندي أعوض مكان التقاء السنين أعوض مكان التقاء السنين يعني السنين يخبطوا بعض لماذا؟ to stabilize the teeth to stabilize the teeth with the dental arch عشان الأسنان يظلهم متصلين مع بعض ويكونوا ثابتين إخوان لما يكون فيه فراغ بين السنين الأسنان بتصير تميل باتجاه هذا الفراغ بتميل باتجاه الميزيال ما بتميل باتجاه الدستل بتميل باتجاه الميزيال فهذا السن بميل بهذا الاتجاه مع الوقت فعشان هيك أنا لازم أعوض هذا الكنتاكت لازم أكبر السنين وخليهم يخبطوا بعض to stabilize the teeth بالإضافة prevent food impaction in open contact or area which cause harm interdental papilla gingivitis beridontitis or even interproximal caries مرة ثانية بقول لك كثير مهم أني أعوض بين السنين لماذا؟ عشان أمنع حدوث أمنع تراكم الأكل بهاي المنطقة بالopen contact الinterdental papilla أوكي رح نشرح بمحاضرات جاية منطقة باللثة لأنه رح يتراكم الأكل منطقة في اللثة رح أوريكم إياها لقدام ورح يتسبب gingivitis اللي هو التهاب اللثة أو beridontitis اللي هو التهاب أربطة اللثة هو التهاب أربطة اللثة الberidontitis هو مرض أقوى من الجنجيفيتس تمام؟ الجنجيفيتس هو التهاب اللثة الberidontitis هي التهاب العظم والتهاب الأربطة والتهاب اللثة حوالين السن or even ممكن يصير عندك interproximal caries أو ممكن يصير في عندنا تسوسات بين الأسنان مرة ثانية ليش كثير مهم اني احافظ على الكنتاكت بين الاسنان لكي اخلي الاسنان على نفس الخط بالاضافة اني امنع حدوث الججيفيتس والبريدونتايتس والتسوسات تمام هيك احنا خلصنا ايش الهيط وف كنتور احنا خلصنا الهيط وف كنتور اللي بكون بروكسيميلي حسا بنا نيجي نحكي عن الهيط وف كنتور اللي بكون فيشيلي او لينجول طلع هون احنا مسكنا السن ولفناه على جنب هيك احنا مسكنا السن ولفناه على جنب هذا هو ايش البروكسيميل سيرفس حسا لو ابدأ طلع من منطقة البروكسيميل سيرفس هون بلاحظ انه لو انا حسا اوكي قبل ما اروح عند الخط تمام انا بدي ارسم خط ينصف السن ينصف السن ليش انا بدي انا ينصف السن لانه هذا بيمثل ميلان السن هسا الاسنان هسا لو انا افترضت انه هاي الارض مستقيما الاسنان ما بتكون جاي بيربينديكولر بزاوية تسعين لا ما بتكون جاي بزاوية تسعين الاسنان بتكون اصلا مائلة بتكون مائلة هيك تمام فهذا الخط اللي جاي بنصف السن لازم احط خط موازي لإلو براليل لإلو وهذا الخط اللي براليل بخبط وين هذا الخط البراليل بخبط وين بخبط بكلي وبخبط ايش lingually هسا لما انا امشي خط براليل مع شو اللونج اكس اللي هو المحور الدوران تبع السن هذا هو بسمون اللونج اكس هذا الخط بسمون هذا الخط براليل هذا الخط جاي براليل مع اللونج اكس تمام هسا لما ارسم هذا الخط بلاحظ انه انا عندي هنا height of contour وهنا height of contour عندي منطقة بازغة طلع طلع هون طلع انا عندي هيك خط جاي زي هيك عندي هذا هيك هذا كيرفيتشر هذا كيرفيتشر ميلان حس بلاحظ انه اكثر اشي بازغ بهاي المنطقة لما احط خط برالل مع وهانا برضو نفس المبدأ عندي انا كنت تمام هاذي النقطة شو بسميها بكى الهيطوف كنتور لانها بكى لي وهي النقطة شو بسميها لينجوال هايتوف كنتور لانها جاي لينجوالي طيب خلينا نقرأ يعني بقولك احنا لما نيجي نحط خط لما نيجي نحط خط هذا الخط لازم يكون برالل مع الخط المنصف للسن فبقولك لما اعمل هاي الشغلة راح ألاحظ انه في عندي كريتس بلج of the puccal aspect or labial aspect in one point راح ألاحظ انه في عندي انا نقطة بازغة تمام بالاضافة عندي نقطة بازغة اخرى بتكون عند منطقة البلتل او اللينجوال اسبكت شو منسميهم منسميهم فاشل هايتوف كنتور ولو حطينا خط بلتلي او لينجوالي بسميه لينجوال اسبكت بسميه لينجوال هايتوف كنتور تمام حلو طيب هسا بقولك الفاشل and lingual height of contour are not contact point ما منعتبرهم contact point ما منعتبرهم نقطة التقاء ما بعتبرهم نقطة التقاء بين الأسنان لماذا؟ لأنه ما في أصلا التقاء بين الأسنان بهاي المنطقة بقولك they are not contacting any tooth from these aspect ما في نقطة التقاء بهاي المنطقة بقولك these natural contour and curvature help direct food away from the gingiva طيب شو فائدة الفاشل and lingual height of contour شو فوائدهم فوائدهم أنهم يبعدوا الأكل منهم يدخلوا بمنطقة اللثة يبعدوا الأكل أنه يدخل بمنطقة اللثة حلو؟ ليش؟ لأنه بكل بساطة إذا أجي أكل بهاي المنطقة راح للتراكم وراح يسبب لي التهابات باللثة بالإضافة راح يسبب لي تسوسات فمرة ثانية إيش فائدة the height of contour facial أو lingual height of contour وظيفتهم أنهم يبعدوا الأكل بعيدا عن اللثة تمام؟ فبتبعد الأكل لمناطق أخرى بتتحمل المضغ لمناطق أخرى بتتحمل عملية المضغ لماذا؟ لأنه اللثة لا تستطيع أن تتحمل القوة اللي بتضغط عليها أثناء عملية الأكل مرة ثانية عشان نحكيها بطريقة أسلس مرة ثانية عشان نحكيها بطريقة أسلس لما ييجي الأكل ييجي الأكل أنت قاعدة بتمضغ هنا الأكل مرات الأكل بيجي هنا على هاي الأسطح هسا height of contour وظيفت أنه يدفش الأكل بعيدا عن اللثة بعيدا عن اللثة لماذا؟ لأنه اللثة لا تستطيع أن تتحمل هذه الضغوطات فممكن تتجرح أو تتآكل أو يتراكم الأكل عندها طب لو تجرحت أو تآكلت أو تراكم الأكل للأكل عندها شو بيصير؟ بيصير عندك تسوسات بيصير في عندك recession انحصار للثة اللثة بتصير الذوب فبيقول لك if the restoration إذا كان في عندك تسوس وأجيت أنت حطيت حشوة عوضت هذا تسوس بحشوة بيقول لك إذا كانت حشوتك if the restoration does not follow the natural curvature إذا كانت التعويض ما بتمشي على نفس ميلان السن الطبيعي تمام راح يصي هذا الإشي إحنا بسميه under contoured restoration under contoured restoration معناها أنه ميلان السن جاي قليل ميلان السن جاي قليل فهذا الإشي شو بيعمل لك؟ بيعمل لك gingival damage بيعمل ضرر على اللثة مرة ثانية إذا أنت حطيت حشوة وهاي الحشوة ما كانت جاي على نفس مستوى ميلان السن هذا الإشي منسميه under contoured وراح يضر اللثة راح يضر اللثة تمام طب إذا كانت الميلان أكثر من الميلان الطبيعي إذا كان الكنتور زي ما أنت شايف أكثر من الميلان الطبيعي هذا منسميه over contoured over contoured إنه الميلان زايد عن اللزوم طيب هذا الإشي شو ممكن يعمل؟ أوكي صحيح إنه بيدفش الأكل بعيدا عن اللثة يعني هاي الشغلة كويس إنه بيدفش الأكل بعيدا عن اللثة لكن شو المصيبة؟ المصيبة إنه بيجمع الأكل بيجمع الأكل وين عند هاي المنطقة بيجمع الأكل عند هاي المنطقة فشو رح يصير في شي اسمه بلاك شو البلاك هي الطبقة اللي بتعمل تسوسات رح تنشرح لكم إن شاء الله لقدام أو في مادة الكيريز الكيريز اللي هي الفصل الجاي البلاك هي عبارة عن طبقة بروتينات بتيجي على الأسنان وهي الطبقة البروتينية بتطلع من اللعاب بتطلع من اللعاب بتسميها بلاك مش أسود اسمها بلاك صحي نفس اللفظ لكن تختلف البلاك هي طبقة من البروتينات بتتكون من اللعاب بتتراكم على الأسنان بتيجي البكتيريا والأكل بتراكم فيها وبتعمل لك تسوسات فبيقول لك إذا كان عندك over-contoured رح البلاك يتراكم بهاي المنطقة والأكل رح يتراكم ويتخبى بهاي المنطقة وهذا الإشي رح يمنع رح يمنع اللعاب إنه يدفش رح يمنع إنه اللعاب إنه يدفشها فما رح تتنظف باللسان واللعاب بطريقة كويسة فهذا الإشي رح يسبب تسوسات فمرة ثانية the over-contoured restoration might direct the food away from the gingiva فهي شغلة حلوة لكن المصيبة however some of the food will become trapped in the red area عند هاي المنطقة leading to black retention شو البلاك اللي طبق البروتيني اللي بتيجي من اللعاب فرح يتراكم الأكل مع البلاك بهاي المنطقة ورح يمنع رح يمنع إنه اللعاب يشطفها تمام these areas are hiding they cannot be flushed normally by saliva يعني اللعاب ما رح يقدر يشطفها وينظفها تمام أو تتنظف من خلال اللسان تنظف خلال اللسان طيب إخوان خلينا أدخذ بريك لإنه جعان صراحة كثير كثير جعان تمام فقبل فإن شاء الله في البورت الثاني رح أرجع أحكي هذا الحكي اللي إحنا قلنا وين 3D رح أرجع أحكي 3D بعدين ننتقل للنقطة اللي بعدها